مثلاً لما نأتي إلى المتجر ونشتري سلعة من سلعة الإمارات تنتجها الإمارات فأنا أدفع للإمارات ذلك الدنار ولا عشرة دنار ولا السلعة كم هي وأرجع وأنا قرر العين ولا أتحمل المسؤولية ولا أشعر بشيء من الخجل ولا أشعر بشيء يعني أنت أولادك من يقتلهم يقتلهم أموال الإمارات هي لي تقتلهم من تقتل فيهم هي لي تشري في المرتزقة المرتزقة الروس الملاحدة هل أتو يعني يعانة لله في لله هل أتو يعني لصداقة يقدمون في خدمة أو يقدموا في الحافة في خدمة أتو بالمال المال من أين أتاهم فواتير هذه الحرب كلها تدفعها الإمارات والسعودية ما في حد يدفعها غيرهم مصر يدفعون المال يدفعون السلاح لكن الفواتير كلها تأتي من السعودية لما أنا أشتري سلعة الآن تنتجها السعودية وتنتجها مصر وتنتجها الإمارات أدستو أدفع مالا لأقتل أبناء بلدي هذه الحقيقة الأمر لماذا لا يفتحوا الناس عيونهم ويفعلوا ذلك لما كانت الحروب الناس واعية حتى كانت الناس عامة الجهل في الخمسينات وفي الستينات كانت الحروب لتحصل في الجزائر أو يعني ينقدح في عقول الناس في ذاك الوقت على قلة علمه ومعرفته ولا في السبك وكذا هو المقاطعة يقاطلون على العدو سموه عدو هل يحارب يقاطر عدوه لا يعيش يشتر سلعاً تاعها لا يعيش يشترها أبداً لو المسلمون في أنحاء الدنيا المليار ونصف انتبهوا إلى هذا السلاح وفعلوه تفعينا عظيمة لنا معظم بلاد المسلمين هي بلاد مستهلكة وتشتري في سلع اليابان والصين والأمريكان وكذا التي تدفع علينا بالطيارات وتدفع علينا بالأسلحة التي تدمر بلادنا لو انتبه المسلمون المليار ونصف مسلمين لهذا السلاح الفعال وفعلوه بطريقة صحيحة وربطوا الأحزم على بطون وتحملوا لأن المسلمة كلها ما يبيش حد يتحمل كلهم يببوا الرفاهية ويببوا الأشياء المعلبة ويببوا آخر صناعة ويببوا آخر كذا ما يرضى حتى يأخذ بلاد بلاد صديقة سلعة بلاد صديقة يقول لك لا هذه كانت جربتها ميش كويسة ميش كذا ما يشتروش إلا يعني سلع بلاد العدو ليدعموه بالمال والحرب الاقتصادية الآن هي أمضح حرب هي أقوى من أي سلاح آخر لو انتبهوا لهذا السلاح في بلاد المسلمين والله إلا جاءتهم هذه الدول صاغرة كل الدول الكبرى تأتيهم صاغرة راكعة تستجدي ماذا يريد المسلمون في بلادنا يجب لا نقلل من هذه المسأل نقول لا مليهاش أمية والإمارات عندها فلوس كثير لا تقلل من هذا أبدا ما تفعله من خير وتخلص العمل فيه وتخلص النية فيه لله الله يبارك فيه وينميه ويجعل له أثر فعال الله تبارك وتعالى يقول وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِيَا عَمَلٌ صَالِحِ فعلينا ننتبه لأنفسنا ونستعمل لأن ما نستطيع لدفع الضر عنا ولا نتهاون لأن التهاون هذا كما قلت هو إسهام في قتل أولادكم تقتلون أولادكم بأنفسكم لأنهم تدعمون عدوكم ولا تستطيعون إلى حدران أن تجاهلوا بالعداوة ويجب أن تجدمع كلمتنا على ذلك لا يبقى أن نتخاصن في أشياء فرعية نحن ليحصلنا نترك الأصول ونبدأ نختلف على الفرع